اشتركوا في القناة اما الضيف الكريم فهو الأستاذ الدكتور عثماني محمد أستاذ كلية اللغة العربية وآدابها بجزاء العاصمة وقبل أن نبدأ في الموضوع ومعالجة هذه القضية يسعدني أن أرحب بضيف الكريم ضيف الكريم مرحبا بك مرحبا بك إذن ضيف الكريم العنوان واضح القراءة الحداثية للنصوص الشرعية قبل أن نبدأ في الموضوع ينبغي أن نعرف المشاهد الكريم عن معنى المدرسة الحداثية التي تبنت هذه القراءة أو اتخذت هذه القراءة الجديدة للنصوص الشرعية لا سيما أن المدرسة الحداثية اسم جذاب براق قد ينخادع من خلاله كثير من الناس لذلك يا حبدا لو تعرفوا لنا مفهوم المدرسة الحداثية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومولاه وعلى آله وصحبه ومتبع هدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لكم ضيافتكم هذه فشكر الله سعيكم ووفق أخوطاكم لما فيه الخير والبركة أما فيما يخص هذا الموضوع فهو موضوع الساعة وهو القراءة الحداثية للنصوص الشرعية وهذه المدرسة هي من المدارس التي ظهرت في هذا العصر إذ المدارس التي تحاول الوصول إلى القراءة الصحيحة للنصوص الشرعية والنصوص الشرعية هي الكتاب والسنة كثيرة منها هذه المدرسة التي تعتمد الحداثة والمقصود بالحداثة هو مجموع الأفكار والتصورات المرتبطة بما جد وما حدث في الدراسات الغربية فهي دائما تتخذ منطلقها ما أنتجته الحضارة الغربية من أفكار ومن مناهج ومن أدوات ومن آليات التي تتوخى من خلالها قراءة النص يعني الآن ضيفي كريم نفهم من خلال كلامك وقد نأتي إلى ذلك يعني أن المدرسة الحداثية تأثرت ربما بالأطرحات الغربية نعم ضيفي كريم هذه المدرسة الحداثية في العالم الإسلامي وجودها هل يمكن أن تذكر لنا تاريخ هذا التواجد أو جذور المدرسة الحداثية في العالم الإسلامي؟ نعم القراءة الحداثية كما قلنا مرتبطة بالغرب ولنتبين جيدا مفهوم هذه المدرسة يجب أن نعرج على مفهوم الحداثة عند الغرب لأن المدرسة التي أنشئت في العالم العربي الإسلامي هي النسخة طبق الأصل وطبعا هذه القضية تولي بها العالم الإسلامي وهي استيراد كل شيء من الغرب مثل ما أننا نستورد المنتجات الحديثة يعني ما يتعلق بالأدوات من سيارات إلى غير ذلك فكذلك كثير من الناس استوردوا الأفكار كما أنهم يستوردون السيارة كما هي فكذلك يستوردون الفكرة كما هي دون بلورتها أو مناقشتها جيد دون مراعاة خصوصية الثقافة العربية الإسلامية فيأتون بها كما يذكر كثير من الباحثين يقول لك يأتون بها معلبة كما أنك تأتي أنت بالمنتجات المعلبة من الغرب كذلك يأتوا بالأفكار معلبة كما هي ويأتون بها إلى حضارة العربية الإسلامية هذه المشكلة إذن إذا أردنا أن نتفهم هذه المدرسة يجب أن نعرج كما قلت على مفهوم الحدث مفهوم الحدث إذا نظرنا إليه من حيث اللغة يعني في اللغة العربية فهو مصدر فهو مصدر للحديث أو الحدث حدثة حدثة يحدث فهو حديث بمعنى جديد وهذا الجديد في الغرب مرتبط بما حدث من نهضة مع القرن السادس عشر يعني النهضة الأوروبية النهضة الأوروبية لأن أوروبا تقسم تاريخها الحضاري إلى مرحلتين مرحلة الحدثة ومرحلة القدامة مرحلة القدامة تمتد زمنيا من الدراسات اليونانية متعلقة بالفكر والفلسفة إلى القرن السادس عشر مع ظهور النهضة الأوروبية مع ظهور الإصلاح ونحن الذي يهمونه هو هذا الإصلاح بمفهوم إصلاح الدين وظهور مع البرتستانت مع مارتل لوثر القرن السادس عشر هذه الحركة التي دعت إلى إقصاء أو إلى تنحية الكنيسة يعني سلطة الكنيسة تنحية سلطة الكنيسة سبارك الله فيك تنحية سلطة الكنيسة من الساحة اللاهوتية لأن النصارى عندهم العلم الذي يدرس إلهي بسم اللهوت علم اللهوت ذا في كلمة فقط أستسمعك حتى نذهب بعيدا الآن أنت تتكلم عن الحداثة في العالم الغربي نعم ثم انتقلت إلى العالم الإسلام نعم هل يمكن أن نؤرخ لهذا الانتقال؟ نعم هذا الانتقال كان نتيجة احتكاك العرب المسلمين مع الأوروبيين طبعا قبل ذلك قلت بعد عصر الإصلاح جاء عصر الأنوار ثم جاء بعد ذلك الحداثة التي هي تبتدئ في نهاية القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر ثم بعد ذلك أتت الحداثانية سيأتي توضيحها بعد ذلك المقصود أن هذا التلامس أو هذا اللقاء أو نسمي هذه الصدمة التي حجثت بين العالم العربي العالم الإسلامي قصد العالم العربي إسلامي و العالم الغربي كانت مع البيعثات العلمية التي أرسلها محمد علي طبعا مؤسس الدولة المسلمية الحديثة هذه البعثات مثلا نذكر من الأسماء المتعلقة بقراءة النص نذكر طه حسين مثلا طبعا قبل ذلك نجد رفع الطه طاوي إلى غيره لكن الذي يهمونه هو هذا طه حسين كأنك تريد أن تؤرخ لهذه قوة ظهور مذهب الحادثة في العالم الإسلامي مع طه حسين نعم في قراءة النص مذهب الحادثة في قراءة النص طبعا طه حسين الذي طرح عدة أفكار في قراءة النص الديني وأهمها هو إقصاء لي أو اتهام للشعر الجاهل بأنه شعر منحول لماذا؟ لأنه هذه القضية قضية الشعر المنحول لأننا لما نريد أن نقرأ النص الشرعي فإننا نعتمد كما سيأتي بيانه لساب عربي نعتمد اللسان العربي فعربية القرآن هذه مسألة عند العلماء المسلمين معلم مهم من معالم القراءة الصحيحة الآن ضيفي كريم أستسمحك لأن الوقت محدد لهذا بنامج فقط تكلمتم الآن عن انتقال المدرسة الحادثية من العالم الغربي إلى العالم الإسلامي هل يعني العالم الإسلامي كان مهيئا لمثل هذا الغزو التقافي؟ يعني ما هي أسباب ظهور المدرسة الحادثية في العالم الإسلامي؟ نعم أهم سبب هو الصدمة الحضارية لأن العالم الإسلامي إلى زمن سقوط الدولة العثمانية لأن سقوط الدولة العثمانية يمثل يمثل نقطة التحول التام في العالم العربي الإسلام سقوط الخلافة العثمانية ثم احتلال الغرب للدول الإسلامية هذا الاحتلال جعل العربي يحتكون مع الحضارة الغربية فوجدوا ذلك الفرق الشاسع فيما بينهما من حيث التطور والتقدم فانبهر نستعمل هذا المصطلح الانبهار أو انبهر العالم العربي الإسلامي بالغرب قمة الإعجاب قمة الإعجاب انبهروا بالغرب فطرحوا عدة سؤال طرحوا عدة أسئلة من بينها لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا كما طرحه شاكب أرسلان وأمير البيان وغير ذلك من المفكرين ما السر الذي من أجله تقدم هؤلاء فاختارت هذه المدرسة التي نريد الحديث عنها أن السر هو ترك التراث كلية وعدم النظر إليه كلية واستيراد الأدوات الحديثة المنهجية لقراءة النصص بهذا المعنى نعم فإذن أهم سبب هو هذا الاحتكاك وهذا الانبهار نعم السبب الآخر هو ما نجده عند تأثير المستشرقين السبب الثاني الكتابات الاستشراقية الكتابات الاستشراقية هي التي مهدت لظهور هذا التوجه فإذا نظرنا إلى طاحسين نجد أن كتاباته ما هي إلا صدن لما يكتبه المستشرقون نعم عمقها استدللها أو جاءها يعني جاءها بلابوس جديد بلابوس جديد طبعا لأنه يتكلم بلساننا أطفى عليها الطابع المشرقي الطابع المشرقي فهو يتكلم بلساننا ولا ننسى أن ريطة أحسين من القدرة على البيان ما له لذلك أطفى عليها هذا النوع وسبب الثاني الرئيسي هو أو الرئيس هو الاستشراق فقط حتى يفهم السادة المشاهدون نحن لا نقصد شخصا بعينه إلا مدرسة حادثية هي مشكلة من عدة عناصر ومقونات وبرزت فيها عدة شخصيات ولها عدة عمد في هذا التيار ضيف الكريم سنواصل ونتكلم عن أسس القراءة الحدثية ولكن بعد هذا الفاصل إذن مشاهدنا الكرام فاصل ونعود ابقوا معنا إذن مشاهدين الكرام ها قد عدنا معكم مجددا ضيف الكريم وصل بنا الكلام إلى أسس القراءة الحدثية لا شك أن لها أسسا هل يمكن أن تذكر لنا أهمها؟ نعم نعم كنا نريد أن نتحدث عن أهم القراءة الذين اعتمدوا هذه المنهجية الحدثية أو المدرسة الحدثية فنجد أن أهم روادها رجلان هو محمد أركون المفكر الجزائر المعروف وكذلك نصر حامد أبو زيد كذلك المفكر المصري المعروف اعتمد هاته المقاربة أو هاته المدرسة منهجا تابعا في قراءة النصوص الشرعي وإذا تحدثنا عن الأسس فإننا نتحدث عن أسسهما بصفة عامة ومختصرة إن شاء الله هاته الأسس قلنا هي مستمدة من ما أنتجته الحضارة الغربية فهم يدعون نقول يدعون أنهما ويدعان أنهما يقرآن النصوص الشرعية قراءة موضوعية قراءة حدثية متجردة قراءة تتوخى العلمية قراءة تريد التخلص من القيود تريد التخلص من المناهج الجاهزة لكنهما وقعا في ما فر منه فهم ترك التراث أي ترك الأدوات التراثية للقراءة وجلب أدوات غربية فاستبدل أدوات بأدوات لا يعني أنهما ترك أدوات واختلق لنا أدوات وأبدع أدوات وإنما استبدل تقليد بتقليد وهذه المشكلة الآن كثير من الناس يستبدلوا يترك التراث يستبدل بأدوات هو أدنى بأدوات طبعا يستبدل القراءة التراثية بالقراءة الغربية أهم هذه الأسس التي انطلقوا منها وقلت هي مرتكزاتها غربية هي نزع القداسة عن النص الشرعي يعني كيف يمكن توضحها كيف نحن نعلم نحن المسلمين نعتقد أن هذا النص من عند الله سبحانه وتعالى فنحن عندما ندخل إلى فهم هذا النص فإننا نستحضر أنه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله ليس ككلام غيره فنحن إذا أردنا أن نقرأ نصا شعريا يعني قصيدة شعرية أو رواية أو غير ذلك من النصوص الأدبية فإننا لا نستحضر القداء أو الهيبة التي نستحضرها مع قراءة نص الشرعي لأن النص الشرعي هو تقويل لله معناه أنت تريد أو تقصيد لله كما يستعمل الشاطي بهذه الكلمة تقصيد لله فأنت تريد أو لما تفسر أو تقرأ هذا النص فأنت تقول إن الله يقول هذا الكلام يريد كذا وكذا فأنت باعتبارك مسلما تخشى أن تسأل يوم القيامة عن المصدر أو من أين لك هذا المعنى يقول لك الله من أين لك ما أردت فنحن دائما لهم لا هم نزعوا هذه القداسة حتى نتذكر قول أبي بكر الصديق أي سماء تضلني و أي رضا تقلني إن قلت في كتاب الله يعني الآن كأنك تقول أن الحدفيين يعني ابتعدوا عن هذا الضابط الذي هو القداسة النص وأننا لا نتعامل مع أي كلام وإنما مع كلام الله عز وجل مع كلام الله سبحانه وتعالى فهذه نزعها لماذا؟ ليتسنى لهم بعد ذلك العبث بالنص العبث بالنص هذا الذي هم يريدون الوصول يريدون الوصول إلى فهم النص كما يريدون ليس كما ينبغي لأن القرآن كما سيأتي لذلك طرحوا مسألة أخرى طرحوا مسألة التأويل ما معنى؟ معنى أن فهم النص مرتبط بالقارئ فالقارئ لما يريد يدخل إلى النص فإن له الحرية في أن يفهم النص كما ينشاء وكل قارئ فهو على صواب بما يسمى بتكافؤ التأويلات وتكافؤ القراءات ولكن يعني هذا الآن فتحه لباب الشك نعم حتى هذا الذي يفهم هذا الكلام يمكن أن أقول له أنا أيضا سأفهم فهمك نعم بطريقة وهذا الذي يعتمدون يعتمدون أننا نفهم النص كما نشاء من غير نعتمد قيودا فهذا النص يدخلون إليه وينزلون عليه ما يشاءون من القراءات فهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة القول بتكافؤ التأويلات معناه كل معنى فهو حق وينكرون بذلك وحادية المعنى للقرآن الآن ضيفي الكريم ذكرت أسين من القراءة للقراءة الحدثية يعني أن الأول هو نزع قداسة عن النص والثاني هو التأويل نعم يعني هو تكافؤ الأدلة أو تكافؤ التأويلات تكافؤ التأويلات يعني هل هناك أسيان جديد أو أسس أخرى جديدة؟ نعم نعم الأسس الأخرى كذلك هناك أساس خطير جدا وهو أساس ما يسمى تاريخانية النص مش تاريخية تاريخانية النص أنهم يقولون إن هذا النص مرتبط بزمان معين فلا يمكن أن نستصحبه في زمن أخر لذلك وقع كثير منهم في إنكار الحدود أنكار الحدود لماذا؟ لأنهم قالوا إنها مرتبطة بزمن معين فهذا الأصل هذا مثال فقط لما أدى إليه هذا اعتماد هذا الأساس تاريخانية النص تاريخانية النص هو أن ذلك النص مرتبط بمكان معين فقط ولا يمكن أن يتعداه إلى غيره من الأزمين فهذا أساس كذلك خطير جدا ضيفي كريم أظن أن هذه أهم أساس القراءة الحدثية باختصار لا شك أن مدخسة الحدثية ارتكزت أيضا يعني الآن ربما هذه الأساس أكثرها ترتكز على مناهج غربية يعني الآن هل يمكن أن نقسم مثلا المرتكزات القراءة الحدثية للنص إلى مرتكزات غربية ربما التي ذكرتها و مرتكزات أخرى يعني من الثورات هل هناك مرتكزات من الثورات انطلق من هؤلاء الحدثين نعم طبعا المرتكزاتهم نحن عندما ذكرنا هذه الأصول مرتكزاتهم هي نظريات غربية نظريات غربية و نقول إن هذه النظريات قد تجاوزها الغرب معنى أن الغرب قد تركوا هذه النظريات ربما مثلا إذا ذكرنا أهم بعض هذه مثلا إذا ذكرنا في قضية التكافؤ التأويلات أن كل تأويل صحيح أو النظرية التفكيكية أن القراءة يستطيع أن يفهم النص كما يشاء هناك طرح جديد في الغرب ينفي هذه النظرية و يطرح حدود التأويل لا بد من تقييد لا بد من تقييد حدود التأويل هو احترام للنص لأن التفكيك و التكافؤ التأويلات هو هدر للنص أو ابتذال له هو هدر للنص هدر لما يملكه النص من معنى هدر لما يمكنه النص من إمكانيات إمكانيات لسانية و إمكانيات تدولية لما يريد أن يقوله ضيفي الكريم الآن كأنك تصر على أن هذه المرتكزات الغربية أو المناهج الغربية حتى التي ماتت منها في الغرب يعني يعتمدونها و يقدسونها و ربما يعتبرونها من الثوابت أو أدل قطية الآن لا شك أن هؤلاء الحداثيون أرادوا أن يزخرفوا نظرية الغرب ببعض الأمور من الثرات يعني فأرادوا مثلا أن يمرروا هذه المشاريع بقواعد قالها و فوقها أقديما هل يعني من أمتدى على ذلك نعم هؤلاء الحداثيون لألا ينقطعوا عن التراث لألا ينقطعوا عن الثقافة التي ينتجون فيها هذا الخطط لألا يكونوا بدعا داخل هذه الثقافة أرادوا أن يجدوا امتدادا في الماضي امتدادا يسمحوا لهم بممارسة إنتاجهم العلمي ما جازا نسميه علميا داخل هذه الحضارة يعني من باب يعني اعتقدتم السدل آه وهذه المسألة اعتقدتم السدل مسألة خطيرة جدا لماذا؟ لأنها تطرح مسألة خطيرة ما هي؟ هي الفرق أو إشكالية تأويل النص واستخدام النص نفرق بين أماين نفرق بين تأويل النص وبين تفسير النص أو استخدام النص تأويل النص هو الدخول أو بمسمى تفسير النص هو الدخول إلى النص من أجل اكتشاف ما يقوله النص أما استخدام النص فهو الدخول إلى النص من أجل أن تكتسب أن يكتسب قولك المشروعية فأنت في الحالة الأولى تدخل خالي الذهن من الحكم لتكتسب الحكم من النص أما في الحالة الثانية في استخدام النص فأنت تدخل بالحكم لتجد له الدليل يعني يستخدم النص حتى يصيره دليلا لما يريده وهذا يؤدي إلى أمرين إما أن تدخل في النص ما ليس منه أن توسع النص وإما أن تخرج ما هو منه فتضيقه ضيف الكريم يعني الوقت تقريبا داهمنا نريد التعريج على نقطة مهمة ما هي أهم الآثار ولا شك أنها على حسب كلامكم أنها آثار سيئة ما هي أهم هذه الآثار يعني المدرسة القراءة الحدثية للنصوص وهل من أمثلة على ذلك نعم قلت أهم الآثار هو إنكار الحدود الشرعية نتير لهذه القراءات الأثر الثاني يعني لا توجد حدود لا توجد حدود وإنما هي مرتبطة بزمن معين وتاريخ معين وانقبط الأمر الثاني وهو الأمر الخطير جدا وهو نزع هيبة النصوص الشرعية من نفوس الناس وهذه مسألة خطيرة جدا الأمر الآخر وهو نزع معلم مهم من أو أسس أو أس خطير من أسس القراءة الصحيحة وهي عملية النص فالقرآن ما أنزل إلا للعمل به قل آمنت ثم استقف فالإسلام أو الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتوبه إلا لأجل العمل به وكأن المدرس الحادثي الآن تهين نعم وتهون هذا النص نعم حتى تكل النفوس عن العمل بهذا فجعلوه مجرد قراءات للمتعة العقلية فقط بينما أن قراءة النص نكتسب منه حكما للعمال وهذا نتيجة هذا الذي أدى إلى ما نحن فيه اليوم من إقصاء النصوص عن حياته وهو ما يسمى أدوا إلى علمانة علمانة الشرع والشعور المجتمع المجتمع نعم لأنهم أقصوا هذا النص بهذه التصرفات المبتذلة والتعاملات المبتذلة مع النص طبعا لأن العلمانية كما نقول العلمانية توهي إقصاء الدين من الحياة من الحياة نهائية ليس من السياسة فقط والآن كأنهم برروا للعلمانية وشرع نهاية أعطوا شرعي ضيفي كريم ربما هذا الموضوع كما قلنا يحتاج إلى حلقات وحلقات أخرى ولكن هذا ما سمح به الوقت وذلك لضيق وقتكم وكثرة انشغالاتكم نستسمحكم وربما تشرفوننا في فرصة أخرى إلى ذلكم الحين أعزائي المشاهدين لنشكركم على مشاهدة هذا البرنامج نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة مع قناة الأنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة